تحالوا نروح لصحيفة لمجلة الأهرام العربي والأهرام العربي بقى قلت لك بص بقى أنا هجبالكم الآخر إحنا الموضوع الأهم عندنا هو الحوار الوطني فهجبالكم الآخر بقى الغلاف كله عن الحوار الوطني اطلق نحو الجمهورية الجديدة من صاحات مشتركة ورئيس تحرير جمال الكشكي بيقول شهدتي من داخل مجلس أماناء الحوار الوطني جمال الكشكي هو عدو مجلس أماناء الحوار الوطني يعني من ضمن الذين بذلوا مجهوداً كبيراً مع زملائه في هذا الإطار من أول مؤلن عن الحوار الوطني وهو ما بيبذلوا مجهوداً تقريباً سنوي وهو ما بيبذلوا في إبريل 2022 والنهاردة مجهود ضخم جداً من جانب كل العاملين في مجلس أماناء الحوار الوطني لهم كل الشكر ولهم كل التقدير ولهم كل الاحترام في هذا الإطار فهو جمال بيقول الحقيقة شهدتي من داخل مجلس الأماناء المبادرة جاءت في توقيتها الصحيح الدولة قلت على الإرهاب اكتثت جزول التنظيمات الجماعات الإرهابية في الوقت ذاته انطلقت في بناء هذه الأمة وفي توقيت المناسب أطلق الرئيس عفتاحة سيسي هذه المبادرة كمحو رئيس ضمن محاور بناء الدولة جهود مكثفة لإعادة المصريين سوزي الجنيدي زملتنا العزيزة بتتكلم برضو عن الأوضاع في السودان هشام السفوري في عهد الرئيس السيسي أمن المصريين وطبعا بيكلم عن الدولة المصرية القادرة على حماية رعاياها في الخارج منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث السودان تعملت الدولة مع الوضع الرهن بكل أبعاد وزي مننا العزيز هشام السفوري سيد العزب الطيبة الطهر وتصوير السيد محمود شعبان على علاقات المصرية البحرانية نموذج استثنائي ده فكر تاني أحمد أمين عرفات عمل ملف عن الموسيقار هاني شنود يعني قيمة وقامة وحاجة كده عظمة لما تقعد مع هاني شنود إنك بتلاقي تاريخ فني مش موسيقى بس تاريخ فني وثقافي عميق هذا الرجل اللي هو هاني شنودة جزء من القوة الناعمة المحترمة في هذا البلد جزء من القوة الناعمة المحترمة في هذا البلد وعقل وقلب هاني شنودة مصر مش كلام ده مش بقوله كده لا أنا عادت معاه أكتر من مرة في السنوات الماضية وزي ما بيقول أحمد أمين عرفات كده هذا الرجل صانع نجوم القمة صانع نجوم القمة فأنا مش بتكلم على هاني شنودة بانفصال عن الواقع لا هو واقع هاني شنودة واقع فأنا بعتبره أحد فلاسفة الموسيقى في مصر والعالم العربي سمعت كلمة فليسوف الموسيقى ده قبل كده أو فيلسوف الموسيقى أبو أحضر أكد أن ده أحد فلاسفة الموسيقى في مصر والعالم العربي اسمه هاني شنودة ربنا يدي ليه طلط العمر ودايما يمتعنا في أعماله القادمة بإذن الله الإزاعة والتلفزيون حنان مطاوع لإصرار في سر الباتع طبعاً إزاعة والتلفزيون الساس خالد حنفي وكتيبة الإزاعة والتلفزيون بتكلم في هذا الإطار وفيه سياسيون وبرلمانيون يرصدون مؤشرات تجاح الحوار الوطن وانطلاق حقاقية لموجة تحديات الدولة المصرية طبعاً حنان مطاوع وأنا باتكلم على هاني شنودة عملاقنا في الموسيقى حنان مطاوع رغم رجوع صغر السن بقى أنت دائما تقولها للفنانة الكبيرة العظيمة حنان مطاوع أعمال ممكن تكون لسه مش كبيرة أول لكن سهير المرشدي قدت التريت بارك بتاعها الحنان مطاوع كرم مطاوع قدت العلامة المسجلة بتاعته الحنان مطاوع خرجت لنا حنان مطاوع بهذا الإبداع إحنا أمام زي ما كنت بتكلم قبل كده عن دنيا سامير غانم إحنا أمام جيل جميل محترم شياكة فيه اسلوب مخطبط الجمهور بعيد عن أي غريزة عنده ملكات فنية كبيرة جداً فهذه المبثلة هذه الفنانة هي امتداد عظيم لسهير المرشدي وامتداد عظيم لسه كرم مطاوع فأنا بحيها جداً جداً على اختياراتها أيضاً في هذا الإيطالي عندي مروة تبجي زميلتنا العزيزة ومجلة نص الدنيا طبعاً برضو نص الدنيا كل اهتمامها بيبقى عن المرأة المصرية ووضع المرأة المصرية ووضع الفتار المصرية وهو لآخره أستاذ أشرف سيد كاتب عن طفرة تنموية شاملة في المجتمع المصري كلمة عن حياة كريمة صارة طعيمة زميلتنا العزيزة من حقي أشتغل بأمان حماية تطلق مؤسسة المرأة الجديدة لتوفير بيئة عمل آمنة للنساء صفر الصغير لا يسكت النفق عن والده أميرة منتصر كاتبة في هذا الإطار نوها حسين المرأة المصرية الأكثر حرصاً على استقرار العمل رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر ومستاذ محمد جبران إذن مجلة نص الدنيا بتعبر عن المرأة المصرية وتعبر عن حال المرأة المصرية والفتاة المصرية بتصور حلو